من المظاهر الدلالية التي يمكن أن نتعرف عليها في اللغة العربية أولاً عندنا ظاهرة الترادف هذه من الظواهر التي تدرس في علم الدلالة بمعنى أن تكون عندنا كلمتين أو حتى أكثر لها المعنى نفسه تدل على المعنى نفسه مثل الحزن، الهم، الغم، الأسى، الترح، الجواء، الحرقة يعني مفردات كلها من باب واحد لها دلالة واحدة لنقول على الأقل يعني علشان هناك من يقول بأنه لا يوجد ترادف فكل كلمة أو كل مفردة في اللغة لها دلالة خاصة دقيقة لكن في النهاية هي تقول إلى دلالة قبرى عدى بن خالويه للسيفي خمسين اسماً منها الفيصل والمهند والصارم والبتار واليماني وإلى غير ذلك بعضهم يقول أن هذه الأسماء هي أوصاف ليست أسماء عندنا مثلاً الأسد، الأسد له أسماء كثيرة في اللغة العربية يعني هناك من العلماء من ينكر الترادف ويرى أن لكل كلمة دلالتها الدقيقة الخاصة بها ومنهم أبو هلال العسكري الذي ألف كتابه الفروق في اللغة شرح فيه الفروق بين الألفاظ التي يظن بعضهم أن لها دلالة واحدة لاحظوا معي هنا أن أبا هلال العسكري هو من العلماء المتقدمين جداً شرح أبو هلال العسكري في كتابه الفروقات التي يراها بين المفردات التي توحي بأنها مترادفة وكان له أمثلة على ذلك كثيرة يؤيد بها ما يذهب إليه من أنه لا يوجد ترادف وأن ما نظنه ترادفاً هو ليس بترادف وإنما هو يعني كل مفردة من هذه المفردات التي نظنها مرادفة لأخرى لها دلالة دقيقة تصلح في مقام معين، تصلح في سياق معين مثل على ذلك مثلاً بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة بالنظر السطح هكذا أن الشرعة هي المنهاج مترادفان لكن هو يقول لا الشرعة تغير المنهاج فالشرعة هي في البداية في أول الأمر والمنهاج هي لمعظمه يعني أنه المنهاج هو خط سير أما الشرعة فمثل ما نقول شرعة في العمل وكذا فهي شق الطريق من المظاهر الدلالية في اللغة العربية أيضاً وهو الموضوع الثاني في هذا العلم عندنا المشترك المشترك اللفظي عندما يكون اللفظ الواحد له أكثر من معنى كنا قبل قليل الموضوع السابق كان عندما يكون المعنى له أكثر من اللفظ لكن هنا العكس عندما يكون اللفظ الواحد له معنيين أو أكثر فمثلاً كلمة عين تدل على هذه الأداء أداة الإبصار عند الكائن الحي قد تطلق على نبع الماء قد تطلق على الحسد قد تطلق على الجاهة أو صاحب المركز العالي وقال يقول هذا من أعيان قومه مثلاً الأصل في الشيء أصل الشيء وقال عين الأمر يعني كذلك عندنا هناك من الأبثلة على ذلك عندك هنا يقول لفظ الخال الخال هو أخو الأم والعلامة السوداء التي تظهر على الجلد والتل الصغير يطلق عليه أيضاً خال من المشترك في القرآن عندنا الفعل ضربة يأتي بمعاني كثيرة في القرآن فعندنا المعنى الأشهر له وهو إصابة الشيء بقوة مثل فقل نضرب بعساك البحر من معانيها أيضاً من معاني الجذر ضربة في القرآن ضرب المثل عندنا أيضاً ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوض مثلاً ضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون هذا ضرب المثل أي تبيان المثل وإيضاحه وذكره أيضاً وأيضاً قد يأتي الضرب بمعنى السير في الأرض مثل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله بمعنى يسيرون في الأرض وسافرون الضرب في الأرض هنا هو بمعنى السير فيها وله معاني أو أخرى مثلاً أفنضرب عنكم الذكر صفحة الضرب هنا ليس بمعنى الإصابة وإنما هو بمعنى مثلاً الإعراض عن الشيء تجنب الأمر عندنا أيضاً مثل قولة إضراب يعني مثل قولنا إضراب مثلاً عندنا كذلك مثلاً من يعني جاء في القرآن من معاني ضربة يعني القتل جاءت معنى القتل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر